موسيقى نشاط الاقتصادية مباشرة من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم بداية بلغت سعر الوقود مستويات غير مسبوقة في المغرب بعد خمس سنوات من تحريرها ما يؤثر على القدرة الشرائية للأسر التي تواجه ارتفاع أسعار العديد من السلع المستوردة في الفترة الأخيرة وتجوز سعر ديازال لأول مرة عشرة ضراهم بينما قفز سعر البنزين إلى 12 درهمان في وقتنا يتم ترقب أن ترتفع تلك الأسعار أكثر بفعل تداعيات السوق الدولية تابع تفاصيل في هذا التقرير سوالى مؤشرة تفاقم الأزمة الطاقوية في المغرب راصمة لاحتقان الاجتماعي متعظم في المملكة بتسجيل البلاد ارتفاع قياسي في أسعار جل المشتقات النفطية مع تجاوز أسعار ديازال البنزين الأكثر استهلاكا في المملكة عتبت العشرة ضراهم لأول مرة في تاريخ البلاد بزيادة نهزت درهما ونصف الدرهم في عشرة أشهر ما ترتب عنه ارتفاع متراكم في سعر المزوت قاربا ثلاثة أضعاف خلال السنوات الخمس الأخيرة الوقود من جهته قفزت أسعاره إلى 12 درهما بزيادة تجاوزت درهمين ونصف الدرهم خلال الفترة الممتدة من جونفي إلى أكتوبر الماضي تضخم في أسعار المنتجات النفطية يبرره مختصون في الشأن الطاقوي داخل المملكة بتحصيل حاصل لإغلاق المصفات الوحيدة في البلاد قبل ست سنوات في ظل فشل المملكة في تكوين مخزون استراتيجي من الوقود إلى جانب رفع الضريبة على المشتقات النفطية بـ 40% غير أن ذات التقارير تناست أو تجاهلت تبرير الأزمة الطاقوية بشح الموارد المحدودة والمكلفة المتاحة أمام الرباط في تعويض الصادرات الجزائرية من المحروقات التي كانت تغطي نحو 90% من حاجية البلاد وتفيد آخر بيانات صادرة عن مكتب الصرف الحكومي في المغرب بأن فاتورة مشريات الطاقة زادت في الأشهر التسعة الماضية إلى خمسة ملايير ونصف مليار دولار وتشكل الفاتورة الجديدة زيادة بنسبة 36.8% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية علماً أن المملكة تستورد 94% من احتياجاتها الطاقوية اشتركوا في القناة اقتصادياً آخر رسمت سلطات المغربية اتفاقاً ثلاثياً يسمح لشركات قطرية وإيطاليا بمباشرة أعمال التنقيب عن النفط والغاز قبلة السواحل الصحراوية المحتلة خطوة وصفتها الصحافة في مدريد بالمقلقة بالنظر لقربها من مناطق محاذية لجزر تتمتع بالسيادة الإسبانية في المحيط الأطلسية نتابع تفاصيل في سياق التقرير التالي شعار النفط مهما كان الثمن رسم الاحتلال المغربي لاتفاقية ثنائية بشراكة قطرية تمكن الأطراف الثلاثة الموقع على العقد إلى جانب إيني الإيطالية من مباشرة أشغال التنقيب عن المحروقات قبالة سواحل منطقة طرفاية المحتلة الحوض الواقع بشمال الصحراء الغربية يمتد على مساحة إجمالية تقارب 24 ألف كيلومتر مربع ويتيح العقد المبرم في 2019 الأطراف الثلاثة بإجراء دراسات جولوجية وجيوفيزيائية لتقييم الاحتياطات النفطية والغازية الكامنة في المنطقة المصنفة من طرف الأمم المتحدة كمساحة متنازع عليها وغير قابلة للتصرف فيها من أي طرف غير أن الاحتلال المغربي أراد أسلوب التعنط ومناهضة الشرعية الدولية ضمن حملته المتواصلة في نهب الطروات الباطنية ومقدرات الصحراويين شهر عن إلغاء اتفاقية الشراكة للصيد البحري والفلاحة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يشمل الأراضي الصحراوية المحتلة خرق الرباط للأعراف الدولية في تنفيذ عقد التنقيب عن النفط على الشريط الساحل الصحراوي لا تتوقف هنا بل أججت من الخلافات المغربية الإسبانية كون المنطقة المعنية بأعمال الاستكشاف تقع قبالة جزر تتمتع بالسيادة المباشرة لمدريد ما يعمق من فجوة التباين في مواقف البلدين التي لا تزال تعيش على ارتدادات لجوء الرباط لاستغلال ورقة المهاجرين في ابتزاز جارتها الشمالية في مسعى لتليين موقف مدريد بشأن الملف الصحراوي تعتزم سلطات الجزائرية طرح حصص من ثلاثة بنوك مملوكة للدولة على الاكتتاب العام عبر البرصة في خطوة تعول عليها الحكومة لتوسيع تدخل المنظومة البنكية في تمويل الاقتصاد بالتزامن مع الاعلان عن نية الاستاناة في منحط رخيصة لاستحداث بنوك خاصة بعد نحو عقدين من تحليقها نتابع بعد عقود من التسيير الإداري البنوك الجزائرية مقبلة على عهد جديد من الانفتاح والتأطير بكشف الحكومة عن نيتها طرح حصة من رأس مال ثلاثة بنوكة مملوكة للدولة في مرحلة أولى للاكتتاب عبر سوق الأوراق المالية نحن نعرف أن تنشيط هذا السوق يحتاج إلى المنافسة في السوق وهذه المنافسة مفقودة في المنظومة البنكية الوطنية وبالتالي فالذهاب نحو الخوصصة مهما كانت صيغة هذه الخوصصة سواء كانت في رأس المال أو خوصصة التسيير بالنسبة للبنوك فإن ذلك سوف يعطي الدفع لهذه البنوك في حال ما إذا الأطراف التي سوف تدخل في رأس المال هذا البنك أو التي سوف تقتني جزء من رأس المال هذا البنك أو أنها تتولى تسيير البنك العمومي يمكن أن تحسن من أداء البنك من حيث تحسين المنتجات البنكية المطروحة في السوق وتسهيل عمليات التمويل في صالح الاقتعال الاقتصادي وفي صالح المؤسسات بصورة عامة خطوة تعول عليها السلطة الجزائرية لإثباء مزيد من المرونة والعصرانة في تسيير الكيانات البنكية العمومية والأهم من ذلك تكييف خدمتها وفق حاجية السوق بزيادة حجم تدخلها في تمويل الاقتصاد رايح يعطي دفع من حيث تنويع المنتجات البنكية من حيث الاستجابة لخصوصية طالب القرد لأن طالبات القرد فيها خصوصية حسب خصوصية المشروع وفي بعض الأحيان تكون هناك ضرورة للاستجابة الفهورية للطالب على القرد وبالتالي فلابد من مرونة في العلاقة ما بين البنوك والمتعملين اقتصاديين وهو الشيء المفقود حاليا وبالتالي فعملية فتح رأس المال من أجل تحريك القدرات المنكية تحرك إصلاحي يأتي بالتزامن مع تراجع الودائع المتاحة في محافظ البنوك الناشطة بالجزائر لأقل من سبعة ملايير دولار بنهاية سبتمبر الفارض في وقتين تستحوذ البنوك العمومية الستة على خمسة وثمانين في المئة من المعاملة البنكية بالبلاد في شأن اقتصادي آخر تستانف اليوم شركة بريتش ايرلاينز رحلتها نحو الجزائر بعد زيادة من تسعة عشر شهرا من تعليقها وتعتزم شركة طيران البريطانية تسيير رحلتين أسبوعيا يومي الأحد والخميس ذهبا وإيابا بين مطار هيترو بلندن ومطار هوارب مدينة الدولي بالجزائر إلى تونس الآن حيث خرجت احتجاجات في عدد من المحافظات قادها عشرات العاطلين رفضا لتوجه السلطات لتحضير التشريعات المنظمة للعمل بالبلاد احتجاجات استبقها الرئيس قيس عيد بتوجيه رسائل تطمين مفادها إطلاق حملة لتطهير مؤسسات الدولة ممن أسمهم بالمزورين والفسيدين وبائع الأوهام تتفاقم حدة الأزمة الاقتصادية في تونس وتتوالى معها تصريحات الرئيس قيس عيد لتهدئة الجبهة الاجتماعية أحدثها إعلانه عن الشروع في تطهير مؤسسات الدولة ممن أسماهم العابثون بمقدراتها نحن سنعمل إن شاء الله على تطهير البلاد لأن الشعب يريد تطهير البلاد وتوليتم إحارة عدد من هذه الملفات إلى القضاء والعالقضاء أن يكون في الموعد مع التاريخ لتطهير البلاد لأنه لا يمكن أن نطهر بلادنا إلا بعد تطهير كل مؤسسات الدولة من هؤلاء الذين أرادوا أن يسقطوا الدولة وتركوا الشباب في البؤس والحرمان ويبيعون لهم الأوهام الكاذبة الأوهام التي تجعلهم يعتقدون أن هذه النصوص ستطبق في حين أن الذي وضعها وصادق عليها ثم أنشد النشيد الرسمي يعرف أنه لن يطبق أبدا الخرجة الإعلامية الأخيرة لقيس سعيد لم تخلو من توجيه اتهامات مبطنة للحكومة السابقة بارتكاب فساد إداري وممارسة المحسوبية في التشغيل على نطاق واسع ما دفع بالآلاف إلى الانتفاع بوظائف في مؤسسات الدولة بشهادات مزورة تحدثت معهم بكل صراحة عن هذه الأوضاع وكنت حاضرا معي في هذا النقاش وتحدثنا كيف تم انتداب العشرات بل الآلاف وبشهادة مزورة وحتى أيضا الختم الذي وضع على بعض الشهاد ختم غير صحيح وتم انتداب عدد من الأشخاص بناء على شهادات مزورة وعددون هم الذين انتفعوا بهذه الشهادات بناء على ولائهم وبناء على تواطئ الجهات التي مكنتهم من هذه الشهاد احتقان اجتماعي متعدد الجبهات فضل قصر قرطاج بمواجهته إشهار سيف الحجاج ضد الفاسدين مصحوبا برسائل تطمين بالتوجه نحو تطهير مؤسسات الدولة من المزورين وبائع الأوهام إلى روبرتاج النشرة عند تجربة جزائرية تكللت بابتكار رجل آلي متعدد المهام وجه لأنشطة تركيب ومتابعة استغلال خطوط أنابيبيا الغازة الروبوت يسمح لشركات والجماعات المحلية بإصلاح الأعطال دون تدخل بشري في مناطق الخطر روبوت ذكي متعدد المهام موجه لأنشطة تركيب ومتابعة استغلال خطوط أنابيبيا الغاز وحتى إصلاح الأعطال فيها دون تدخل بشري في مناطق الخطر الجهاز الجديد يمكنه تحويل المعلومات بشكل آني وفوري نحن اليوم لما نتكلم على التحويل الرقمي نتكلم بطبيعة الحال على الرقمنا الصناعية وهي الاندستري 4.0 عنا عدة مشاريع في الاندستري 4.0 مشروع الروبوت لنجم نعمل بها عملية التنقيب في البايبلين يحددنا وين كين مشاكل عبر السنسور ويطلع لك المعلومة بطريقة آنية ننجم ونستعملوها في المناطق وين ما ننجموش نبعثه الإنسان نبعثه الروبوت في المناطق الخطر ويبعث لنا المعلومة بطريقة آنية عنا بلاتفورم في مجال المحروقات اللي تخليك تعمل تدبع حفر الآبار بطريقة آنية وين المهندس الإكسبرت ينجم ياخذ يعني الديسيجن عن بعد الرجل الآلي يسمح بتحديد نقاط تسرب الغاز وإصلاح الأعطال حتى تلك المكتشفة تحت الأرض ما يمنح مورنة وسرعة تدخل للجماعات المحلية دون عناء الحفر وضخ تكاليفة إضافية حقيقة الروبوت هذا كيف نقول للناس نحن هنا نعفو ننجزو هذا الروبوت لإميسيون ليس غير البترول نرى أننا لدينا أكبر مشاكل يطرح البلدية لأشياء يجيو يحفروا ويدي التنقيب مع البلد لأنه لا يوجد المشاكل ولكن في الروبوت يبعث يعطينه بالتدقيق بالمسافة الدفوه ويجيو ي accountant قبل ما يبدأ لا يحفر جال في بلد رروبوت جزائري LOOK ذكي في مجال طقوي حيوي بسواعد محلية ينافس دول قطعت أشواطا في هذا المجال وسيخفف من الأخطار على الشركات الطقوية كما سيقلص من تكاليف وأجال إصلاح الأعطاب هنا مشاهدنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا الموعد الاقتصادي نشكركم على المتابعة في مانيلا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة